أولا لا يصح الاستهام بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو قاعدة مضطردة وقوية ومتينة والواجبات التي لا تتم إلا بقيام دولة ليس أي دولة بقيام دولة إسلامية هويتها إسلامية ليست واجب أو واجبين إنما هي واجبات كثيرة ممتدة في أنحاء الشريعة كلها وممتدة في أنحاء وأفاق التكليف كله في العاملات المالية والأحوال الشخصية والحدود والجنيات وكل شيء تمام فلا يصح الاستهام بهذه القاعدة فهي قاعدة استدلالية يعني يمكن أن تستخدم في قضايا جزئية يمكن أن تستخدم في قضايا كلية ثانيا لا يصح الاستهام بالإجماع فإذا كان الخلافة سبتت بالإجماع أو الإمامة سبتت بالإجماع فهذا لا يصح الاستهام بالإجماع هذا ثانيا ثالثا ليس صحيحا أن القرآن والسنة يعني يخلوان من النص ألم يقل رسول الله عليه وسلم في حدث صحيح كانت بنا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك النبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون حديث الأئمة من قريش هذا الحديث رواه كما قال النوي أكثر من أربعين صحابيا على رسول الله عليه وسلم الأئمة من قريش أفكان رسول الله عليه وسلم يتكلم عن هذا عن شيء في العالم الإفتراضي أو يتكلم عن دولة لا علاقة بالإسلام دولة والسلام يعني هي دولة كسائل الدول والسلام أم يتكلم عن دولة تنشف الأمة الإسلامية القرآن فيه والقرآن لا يصح أن نقترح على الله عز وجل ماذا يقوله ومن الذي يقوله ومن الذي لا يقوله لا يصح نحن كعباد أن نقترح على الله عز وجل من الذي يقوله ومن الذي لا يقوله وكيف يقوله الله عز وجل قاله ونحن مطالبون أن نعيه عن الله عز وجل والفقهاء والمجتهدون وعوا هذا عن الخطاب السماوي فلا صحة أن نقترح نحص على الله وعلى الله ونقول إيه كان يجب على الله أن يقول إن في الإسلام دولة الله عز وجل قال لنا وشورهم في الأمر وقال لنا وأمرهم شور بينهم وقال لنا وإذا حكمتم من أسأ أن تحكمهم بالعدل وقال وأن حكم بينهم بما أنزل الله الآيات كثيرة ذل على أن الله عز وجل يقول هذا لأمة تقيم دولة وتقوم دولة على هوية الإسلامية ولا سعى الهوة غير الإسلامية وهناك آيات الله عز وجل يعني أشار فيها إلى الدولة إشارة فقال توركت على يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين ناسم الحق ولا تتبع الهوى في ظلك عن سبيل الله وقال عز وجل أم يحصدون الناس على ما أتهم الله من فضلك يعني اليهود كيف يحصدون المسلمين على ما أتهم الله من فضلك وقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فبني إسرائيل إذن حصد المسلمين على أمرين على النبوة على النبوة وعلى الملك لكن الملك هنا في الإسلام ليس ملك إنما هو خلافة في الإسلام آيات ألمحت إلى هذا لكن الأحاديث صرحت الآيات فيما يتعلق بالأمر بالدولة أو الإشارة إلى الدولة إشارة مباشرة ألمحت لكن الآيات فيما يتعلق بأسس الحكم نفسه ونظام الحكم نفسه لا أتصرحتها الآيات صرحت بهذا عندما تقوم بالشورى وبالعدل وبالحكم بالعدل بين الناس وتنسق العلاقة بين الحكم والمحكوم وتأتل الحديث لتفسر بسعة شديدة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر